بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضم فعاليات متمر الجوال العالمي انت وليسية 2015 اعلنت سامسونج عن جهازين جديدين اللي هما الجالكسي اس 6 والجالكسي اس 6 اج حيث ان الجهازين نالوا على العديد ومميزات الجديدة والتجديدات الاكثر من رائعة واليوم بإذن الله عندنا نظرة سريعة بالعربي على كامل الجهازين خلوكم معنا الجالكسي اس 6 اتى بتصميم جديد كليا حيث ان الكثير علقوا عليه بانه شبيه للايفون 6 من الجوانب لكن بنظرة عامة الجهاز تصميمه اكثر من رائعة مقارنة من وجهة نظري بالفشل الذريع لسامسونج في جهازها الجالكسي اس 5 حيث ان الجهازين لهم اطارات معدنية كما ان الغطاء الخلف والامامي يعتبر من الزجاج لكن يتفوق الاج بان شاشته من حنية الاطراف لذلك تعطي الجهاز رونقا اخر الجالكسي اس 6 يأتي بعمق 6.1 مليمتر وبوزم 138 جرام اما عندما نتحدث عن الشاشة نجد ان الجالكسي اس 6 حصل على شاشة بمقاس 5.1 بوصة بدقة الكوات ايج دي سوبر امي لودو بكثافة 577 بيكسل كما ان الاج حصل على نفس المقاس ولكن بنحناء الاطراف طبعا اما الكاميرا فوجدنا ان كل الجهازين يحتوي على كاميرا خلفية 16 ميجا ميكسل مع ميزة التصوير في الضوء المنخفض كما انها تحسنت بمقدار 34% عن كاميرا جالكسي اس 5 كما ان مستشعر الحركة ومانع الاهتزاز قد تم تطويرهما للافضل بينما عند الحديث عن الكاميرا الامامية لكل جهازين نجد انها 5 ميجا بيكسل المعالج الجالكسي اس 6 اتى بمعالج بمعمارية 64 بيت كما ان الرام اتى بحجم 3 جيجا اما البطارية فقد كان لها النصيب الاكبر من التطوير حيث اتت بحجم 2550 ميلي امبير وعملية الشحن تطورت ايضا حيث يمكنك شحن الجهاز لمدة 10 دقائق ليكفيك بعدها لمدة 4 ساعات من الاستخدام كما ان خاصية حفظ الطاقة اصبحت اكثر فعيلية بعد تطويرها الجهاز اتى بتطوير كبير على تصميم الواجهة مثل اتصال واستعراض جهة الاتصال لديك وغيرها من صفحات النظام حيث انه سهيث ان الجهاز سيأتي بنسخة اللوليبوب ولكن بواجهة سامسونج الخاصة الجالكسي اس 6 والاس 6 اج لم يستخدم مدخلا جديدا بلستخدم مدخل الفلاش العالمي اس بي تو للشحن ونقل البيانات كما في السابق كما ان الجهاز سيأتي بثلاث نسخ من التخزين هي 32 و 64 و 128 جيجا بايت عندما نتحدث عن الجالكسي اس 6 اج لا نجد اي شيء مختلف عن التطويرات الموجودة في الجالكسي اس 6 سواء سوى الشاشة المنحنية والتي تمكنك من استخدام الجهاز بشكل رائع جدا كما انها تضفي الى الجهاز منظر مبهج حيث ان انحناع الشاشة قد يساعدك في فعل العديد من الامور بشكل سريع والسلس ايضا هناك بعض المميزات التي تم تطويرها من قبل السامسونج في الجهازين مثل مستشعر البصمة فالآن لم يعد لك حاجة ان تمرر اصبعك ليتعرف عليك يكفي ان تضع اصبعك على زر الهوم فقط مما يجعلها شبيهة للتتش اي دي الموجودة في الايفون ايضا هناك مستشعر نبوضات القلب فقد تم نقله الى جهة اليمين من مستشعر الكاميرا والرائع ايضا ان سامسونج تعاقدت مع شركات الدفع مثل فيزا وغيرها ليمكنك الدفع من خلال جهازك بدلا من استخدام البطاقات الذكية اخيرا الجهاز سوف يأتي بالالوان الابيض والاسود والاخضر والازرق هذه كانت نظرتنا السريعة والمبسطة لكل الجهازين الجالاكسي اس 6 والجالاكسي اس 6 ايج كان معكم صالح ارقية من موقعكم موقع نيو تيك